وحول الموضوع نفسه حيث علقت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زخاروفا قائلة أن روسيا تأمل أن يكون التحقيق الأوروبي موضوعياً بشان التصرف في خطي غاز نوردستريم يفهم الناس الآن من هو المستفيد من حادث التصرف في خطي غاز نوردستريم وهو ما يجعلنا نخلص إلى تهديدات المسؤولين الأمريكيين بيجعل نوردستريم عديم الفائدة ما يسمح للولايات المتحدة بزيادة إمداداتها من الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا طلبت ماريا زخاروفا من الجانب الأمريكي تقديم شرح مفصل لتهديد الرئيس الأمريكي جو بايدن بإنهاء خط غاز نوردستريم 2 إلا أن المتحدثة باسم البيت الأبيض قالت في مؤتمر صحفي دوري يوم الأربعاء إن قول جو بايدن المتعلق بالإنهاء إن ذاك كان يقصب به تجيئ الحكومة الألمانية على تجميد مشروع نوردستريم 2 فأجيب علم تحميل الولايات المتحدة مسؤولية التصرف في خط غاز نوردستريم اشتركوا في القناة